النهاردة اتكلم وادلة بحوار وتصريحات لقناة الجزيرة وده انعكس شيء واندل على شيء يدل على الكلام اللي قاله في الاول وهو طي صفحة الماضي ما بين القائد سيد سامح شكري والقائه بمنصة الجزيرة او المايكروفون بتاع الجزيرة بعيدا والنهاردة بتكلم في نفس المايكروفون ده اندل على شيء هذه اللقطة بتدل على انه لا عداء دائم في السياسة ولا حب دائم في السياسة وانما هي لغة المصالح وبقول تاني انه عندما كان هذا البوق او هذا المايكروفون بيهاجم مصر فبالتالي لا يمكن ان اتعامل معه عندما نفس المايكروفون بيتحدث وبيتكلم عن مصر باحترام اتكلم معه هي دي القصة عشان بس انا ليه بقول هذا الكلام ما ينفعش اقول ده ادلة النهاردة بحوار لقناة الجزيرة الناس تقول يا جاخب انتوا كنتوا بتشتموا الجزيرة مبارع ده سامح شكري نفسه قذف بالمايكروفون بتاع الجزيرة وقال لك المايكروفون ده مش عايز شوفه طيب ما احنا بمشطئين لا الجزيرة ولا قطر ولا امير قطر ولا غيره لما كانوا بتعاونوا مع الارهاب وكانوا بيشتموا مصر هو احنا نسمع لهم هو احنا مطلوب مننا نحبهم يعني طبعا مطلوب مني يقوله انت وانت وارميه طبعا لكن لما يزبط نفسه ويحترم نفسه ويضبط من اقاعه ويجعل من العلاقات الطيبة بين الدول لغة بتنعكس الاعلام انا ما عنديش مشكلة هو احنا بنكره الجزيرة عشان هي اسمها الجزيرة يعني احنا بنكره الجزيرة عشان كانت بتطرع الارهاب هي الوسيلة الاعلامية للاخوان والارهاب كانت هي زي ما قلنا ده مشروع كان له الكثير من العلامات الاستفهام في الكثير من المجموعات المعادية للامة ومصر وغيره كل ده احنا قلناه وانتقدناه وتكلمنا عليه وقلنا عليها مع كل كل تفصيلة من تفصيلات حضراتكوا عارفين الجزيرة عملت فينا ايه وقالت علينا ايه وساعد الارهاب قد ايه وقات معهم ايه ومولوا كل مش عايزة اقنبش في الماضي مش عايزة تكلم لكن انا لم ننسى ولا ننسى لكن سامح شكري وزير خارجية بيقول نطوي صفحة الماضي فلنطوي صفحة الماضي هتقول لي انت بتغير مواقفك بقولك لأ ما بنغيرش مواقفنا احنا ملناش مواقف شخصية احنا مواقفنا هي مواقف الدولة مواقف الدولة هي اللي بترى مصلحة المواطنين ومصلحة البلد فين احنا ملناش مصلحة شخصية احنا مش دولة داخل الدولة والاعلامي لا يجب انه هو يكون بطل قومي وزعيم سياسي الاعلامي بين المعلومات وبين الاخبار وبيحل وبيقول ولا هو وجهة نظر بيقولها للناس أنا مش رئيس حزب سياسي وأقول الحزب السياسي مع أمريكا ضد روسيا أو مع روسيا ضد أمريكا أنا مع الصين ومع القتلة الشرقية أنا مع القتلة الغربية لا دانا مع الأفرقى لا دانا مع تركيا كل حزب سياسي من حقه أن يكون له أيدولوجية وأجندة يدافع عنها حتى لو الدولة غيرت رأيها وعايز يغير وجهة نظر الدولة لكن الإعلام مش كده الإعلام عبارة عن هو دلوقتي بقى مشروع ملتصق بالأمن القومي للدول خلي بالكم الإعلام مش وسيلة فقط للتسليه والترفيه وبقول لك أي كلام لا الإعلام أصبح سلاح فبالتالي الإعلام جزء من الدولة وإحنا جزء من الدولة كمواطنين بنعمل في حق الإعلام جزء من الدولة المصرية لا يمكن ولا يقبل أن يكون الدولة المصرية بتسير شرقا وإحنا بنفسير غربا أو دولة المصرية بتسير غربا ونحن نطرق أبواب الشرق ده خيانة بالتأكيد في تقديري مش رأي ورأي آخر يعني أرضي ما ينفعش يكون سامح شوكري وزير خارجية موجود في قطر وهو سامح شوكري مش بيمثل نفسه يعني سامح شوكري بيمثل الدولة المصرية والحكومة المصرية والرئاسة المصرية سامح شوكري لما يطلع على الدوح أو يطلع على اسطنبول أو يطلع على بلاد الوقوق هو ممثل الدولة المصرية بالتالي لازم أكون باحترم الدولة المصرية وبقول كمان انه هو مش بيمثل نفسه بيمثلنا كلنا فلازم احترم هذا ماينفعش يكون موجود هناك ونعود اقول اصله وراح ليه وقطر دي كانوا بيشتمونا هو ماهوش عارف ولا ليه هو اللي موجود النهاردة في قطر مش قبل كده مسك المكتفون بتاحهم رماه هو نفس الشخص ليه احنا بندور على مصالحنا يا جماعة يعني ماينفعش النهاردة انتقد واقولي هو راح ليه قطر هو مش قطر دي كانت عدوتنا وكانت 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 احنا قلنا احنا اللي قلنا هذا الكلام هو احنا قلنا هذا الكلام وقلنا لا ما حصلش احنا قلنا غلطانين قلنا لا حصل وانسامح شكر نهاردة ما بيقولش قالك نطوي صفحة الماضي باللي فيها لان اللي فيها وحش اللي فيها مش حلو وبعدين عايز نرجع لكم تاني فرنسا والمانيا النهاردة عاملين ايه وانجلترا عادين مع بعض بيبوصوا ببعض قدامكم دول مات بينهم ملايين في الحرب العالمية الاولة والتانية مش بقول فكرة ان انا يعني بحاول الاقي تبرير لذلك وانما احنا هاجمنا قطر حينما استلزمت المصلحة القومية لنا انه هاجمها لانها كانت بتقف ضد مصر هي وإعلامها وكانوا بيقولوا الارهاب وغيره وانتو عارفين هذا الكلام وقلنا هذا كلام كتير جدا 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 وطلقيا نفس الكلام لما النهاردة الدولة بترى ان مصلحتها مصلحت الدولة اللي هي مينة الدولة دي شركة يعني الدولة دي اللي احنا مكونات الدولة حضرتك وحضرتك وانا وكلنا دي اسمها الدولة المصرية فيه ناس بتحكم وبتدير وبتدرس الموضوع هل هو ليه مصلحة شخصية يعني هل الراجل اللي راح ليه مصلحة هو شخصا على الاطلاق ده ممكن انا اعمل حاجة بكون مددائي بس انا مصلحة بالعليا بتحتم علي ان انا سير في هذا الاطلاق ده توضيح بس بس بسيط لفكرة ان ممكن حد طيب يشوفني يقول هو مش كان يا عم ده بقول سمح شكري في قطر والده بقى اده تقرل الجزيرة والله الناس ده عليهم العجب والله هيجننوا انا معاهم لا مش هنجننوك ولا حاجة هي السياسة كده هي الموضوع كده بالزبط يعني هو لما كان بيشتم بلدي وبيهاجم بلدي وبيدعم اعداء بلدي هسكت له لازم انا ادي له الصع صعير لما يتوقف ويحترمني يقول انا ااسف خلاص هي دي القصة باختصار النهار ده سمح شكري ادل بتصريح او بتصريحات لقناة الجزيرة في قطر عندك برهم حاجة تب شغلوا لا سمح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قال في تصريح له قبل اشهر قليلة ان المس بالنيل هو خط احمر وسيكون له رد فعل يؤثر على استقرار المنطقة ما ترجم العملية لذلك بالتأكيد كما ذكرت ان هذه قضية وجودية مرتبطة بحياة ما يزيد عن 150 مليون مصري وسوداني وبالتالي الدولة المصرية وايضا السودان لديهم من الادوات ولديهم من القدرات التي تؤهلهم للحفاظ على هذه المصلحة والحفاظ على مقدرات شعوبهم نحن نسعى للتوصل الى حلول من خلال الاليات التفاوضية الحالية ولكن اذا ما فشلت اذا ورد الدرر وورد التهديد لحياة المصريين وايضا السودانيين فكل الدولتين لديهم المسئولية بان يحفظوا ويدفعوا عن شعوبهم ماذا سيفعلوا عندها؟ عندما يأتي الحديث عن هذا الامر فهيكون الحديث واضح وايضا التصرف واضح ما الخيارات الممكنة؟ كما يقولون دائما كافة الخيارات مطروحة